مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين طبعاً أنا عملت لحم حنيد على العيد أول يوم العيد تقريباً ورز كمان رز كشنة أو رز حضرابين وأنتم طلبتوا مني الطريقة أنا نزلت لكم مقطع شورت وقلت لي هدى نشتر طريقة وأني اليوم عملت لكم وصورت لكم عشان تعملوا بتعملوا ألد حنيد ومحمار وكده واللون هذا كله بقدر الضغط من غير ميدخل الفرن ولا حاجة بس بقدر الضغط وسرعة وسريع ولذيذ أقول ما يقلكم ضيوف فجأة أو أقلكم ضيف يعني أو عزيمة عندكم أول حاجة بتفكروا فيها أنكم تعملوا هذا لحم الحنيد والرز الحضرامي أو الرز المكشل لأنه هذه الأكلات دايماً ناكلها في المطاعم أو يطلبونها من المطاعم وتكون لذيذة ويحبونها لكن أنتم بتعملوها بالبيت وأحلب كثير من مليون مطعم دايماً نقول لكم مليون مطعم إن شاء الله نفسح مطعم شوفوا هنا عندي أني لحم كان حق العيد مفرزاً عندي طلعت لي كم وصلة طلعت لي يعني شوفوا فقرة وضلع وفخض ويد يعني من كل جزء من لحمة طلعت شوية وصلة تمام؟ بخليت فك تدوب والآن بقهز البصل والبطاطا لأنه تعرفوا خصوة لو كان عندكم أطفال بيعقبهم كثير البطاطا لأنه البطاطا مع الحنيد تطلع صوفت وطرية ويحبون الأطفال كمان والكبار والبصل أول شيء البصل لما تعملوه معا سواء أنكم بشرتوه أو أنكم خليتوه كده يعني قطع يطرين اللحمة البصل جداً حلو مع الحنيد أنا أحاول أرويكم كده شوية من الشغلية يعني بالمطبخ عشان أسهل عليكم لأنه صدقوني هو سهل على بل تفك اللحمة أنتم قهزوا انقعوا الرز قشروا البطاطا والبصل على طول تدوب اللحمة تمام؟ اللحمة كمان لما تنقعوها بالماء حطوله ملح الملح يساعد أنه تدوب بسرعة أو تفك بسرعة بعد كده خرمت البطاطا عشان تدخل التتبيلة وهنا ما شاء الله اللحمة فكت الآن ببدأ أبهره عندي هنا رشة من الزنجبيل وعندي كمان ملعقة صغيرة من البهارات السبع بهارات أمي الله يرحمها أو البهارات اليمنية هي اللي تعطيها طعم ورشة كمان من الفلفل الأسود أنتم ممكن تختصروا ده كله وتعملوا ملح وفلفل أسود ورشة من الكركم بس أني ما كانش عندي كركم فعملت ملعقة من الصبغة الصفراء عشان تعطيني الكركم وعملت كمان ملعقة كبيرة من الملح تقريبا أني عندي كيلو لحم فالكيلو اللحم يأخذ ملعقة كبيرة وعندي شوية من الثوم أنا بقول لكم حاجة أنتم لا تكتروش كتير ثوم لأنه بيكون بضغير على طعم اللحم شوفوا الاختياري تحطوه بسباس عدني أنا حطيت بسباس عدني اختياري لكن أنا أول يوم العيد ما كانش عندي بسباس عدني ما كانش عندي مطحون بس عملت كركم وبهارات السبع وبس يعني الفل الأسود يعني زودته وملح وزنجبيل فقط هذه البهارات يعني ما فيهاش أي حاجة لكن الحاجة الوحيدة اللي أضيفة اللي أعتبره لازم ضرورية أني بقول لكم إياها اللي هي العسل أني أضيف عسل بالحنيد يعطيه هو اللي يعطي له التحميرة الحلوة يعطيه اللون الحلو وأبداً ميطلعش حالي على الكيلو اللحم بعمل ملعقة ممسوحة من الحنيد طبعاً كمان البطاطا والبصل أحاول أني أتبله البصل إذا تحبونه كده قطاع كبيرة يعني بعضهم حبوا يأكلوا البصل حاولوا أنكم متبعدوش القشرة بس أنه تبعدوا الراس حقه عشان ميدو بش تماماً ينهاري يكون في ملامح وهنا بضيف ملعقة العسل شوفوا ملعقة العسل ممسوحة أضيفة أبداً ما تطلعش حالية وأبداً يعني ماليش طعم بس لي يعني تخلي اللحمة حلوة وتخليه كمان اللون حلو تبع اللحمة والآن آخر حاجة بضيف الزيت لازم تضوفوا زيت حتى لو اللحمة عندكم مدهنة يعني حق ربع كوب زيت أو ثلاث ملاعق كبيرة زيت نفس كده أني أرش عليه من غير ما أخلطه بس رشيت عليه وقفلت تمام اللحمة بورق الزبدة إذا ما عندكمش ورق الزبدة عملوا قصدير بس شوفوا تغليفة وحدة لا تزودوش لأنه إذا زودتوا أكتر من تغليفة اللحم بقع كأنه مسلوق ما بطلعش متحمر وآخر شي نص كوب من الماء كده ضفته من فوق سواء قد تكون قصدير أو ورق زبدة لفة وحدة تكفي وخلتوا ينضغط أول ما سمع الصفارة أحسب له ساعة والآن تعالوا نجهز الرز هنا عندي كوبين من الرز أني استخدمت الرز أميرة لهند اسمه قلتوا أكتر من مرة لما اختفلنا شي يعني تبعه والآن بنقعه بماء ساخن وملعقتين خل هذا أفضل حاجة تعملوا فيه للرز البسمتي طويل الحبة أو الرز العنبر إيش يطلع رهيب وخلي منقو 20 دقيقة لأن تعالوا نعمل الرز هنا عندي كمية من الزيت وأحطيت ملعقة صغيرة من السمنة القمرية بقلي الزبيب الزبيب كيف نقليه نحطه بالزيت وهو ساخن أول ما ينتفخ حبات الزبيب على طول تطلعوها لأنه لو قسيتوا تقلوها بتقع بعدين زر ربل أول ما تبدأت تنفخ نفس كده تنتفخ على طول صفوها هذا للزبيب ممكن تحطوه سنوبر كاجو اللي انتم حابين من المكسرات بس الزبيب هنا عندي شرائح بصل تقريبا حبتين بصل كبيرة الآن لازم تقلبوا لمن يتحمر كأنه تعملوا بصل مقلي بس مش زي حق الزربيان أفتح هنا اني نسيت ومشاء الله ما حركتوش وراح تنشر الملابس وشوية تحمر عليها بس عادي وأضف بهارات باكتب لكم إياها بصندوق الوصف اللي هي بهارات السبع وهيل وغرونفول وحطت ملعقة كبيرة من البسباسة العدني وأكيد الثوم وإذا كان عندكم ثوم طازق يكون حلو وشوية من الماء وخلص كده قلبوا ما شاء الله هذه فقط البهارات الآن بحط الملح الصيني اللي هو الأجنموتو إذا ما تحبوش الأجنموتو حطوا قرمة ماقي حاجة بسيطة من الماقي وأكيد الملح ممكن تحطوه في الفل حار عروق في الفل حار الآن وخلوه يتسبك الآن بعد ساعة فتحت على قدر الضغط وبعدت الأيش سوى كان قصدير أو ورقة زبدة لازم تبعدوه شوفوا ما شاء الله اللحمة نفس كيف لأنه شوفوا إذا قلت لكم لفيتوا أكتر من مرة بتقع لكم زل مسلوقة اللحمة ما بطلع الشاك كأنه حنيد لأنه إذا بتلفوه أكتر من مرة بالقصدير يفضل الضغط أنكم تطبخوه بالفرن شوفوا الصوس كيف لونه الآن بحاول أني كده أجيبه على اللحمة وأقلب اللحمة فيه بسوى أني كده حركت القدر عشان الصوس يجي فيه أو أني أخذت من الصوس وحطته على اللحمة نفس كده وخلص بعد كده أضغطه مرة تانية من 10 دقيق إلى 15 دقيقة على نار هادئة الآن تعالوا نعمل الرز الرز عندي لازم أنكه الماء عندي في الفرومي شريح طماطم شريح ليمون قرفة قروم فول هيل اللي معاكم منكهات خلوه يغلي تمام مع الملح وبعد كده ضيفوا الرز اللي منقوع صفوه وضوفوه وعلى نار عالية عشان تتفتح حبات الرز شوفوا أني أول خليت الماء يغلي بعدين ياخد من كل النكاتبعين حطت الرز وخليته يغلي على نار بس يستوي هنا ما شاء الله الكشنة خلاص تسبكت وستوت والرز ما شوفوه كيف تفتحت حباته وأنه على نار عالية كأنكم بتسوو رز الزروبيان نفس كده لازم الرز مسلوق مشخولي سموه قصدي الآن بنفس القدر اللي سلقت فيه بالرز بحط نصف كمية الرز بعد ما صفيته وبحط الكشنة الكشنة اللي عملته حاول إني بس كده أقلبه مع الرز اللي من فوق مش كامل بس من فوق كده يعني أفروده الآن بعمل رشة من الكزبراء ورشة من الهيل الناشفة بس أني نسيت حطت على طول يعني الطبقة التانية وبعدين أن رشيته ضقوني رشة الكزبراء والهيل تعطي طعم رهيب سوى كان على الكشنة أو آخر شي من فوق بعد كده حطت الطبقة التانية تمام من الرز وفردته تمام الباقي يعني الرز الباقي يعني قصمتين الرز قسمين حتى لو تعملوا الطبقة اللي تحت أكتر يكون أحسن يعني طبقة الكشنة الرز الكمية تكون أكتر شوية والآن حطوا الزبيب المكسرات إذا تحبوا بصل محمر تلونوا يعني ألوان قزقزح معاكم أنا عملت أصفر وبرتقالي وكمان أخضر والآن تتذكروا الورق الزبدة اللي كان باللحمة طلعته اللي فيه كله نكهات بليته كده شوية رشيته بالماء وبدأت أغطي الرز عشان أكمره تمام وصدقوني دي النكهات كلها تنزل فوق الرز يعني رهيب جدا أنا دايما علمتكم أو عودتكم أني أعمل ورق زبدة فوق الرز عشان ينكمر تقدروا تعملوا قصدير عادي تحطوا تحته حديدة الآن الرز وتحسبينه عشرين دقيقة لو أعلى نار هاد آه بعد عشرين دقيقة شوفوا ما شاء الله يعني ما فيش داعي أتكلم إيش ريحة البيت رهيبة الأكل هادي والريحة هادي ينزل على القلب قبل البطن بقد يعني والآن كده تقلبوا الرز من فوق شوفوا بقولكم حاجة أني بعضهم يخرجوا هادي المكسرات وذي طلعوها على جنب لكن أني أحب أخلط الرز الحضرمي كله مع بعض يعني ما حبش أعمال الكشناب عن فوق الرز الملون كده أقلبه نفس كده والله شوفوا كيف الرز حباب حباب كأنهم متزاعلين من بعض ومش ناشف كده بدهنو رهيب رهيب لازم تقربوا وصدقوني اللي قرب الرز الحضرمي على طريقتي أنا متأكدة أنه عقب الرز إلا لو يعني عمل كده ولا كده من عنده من رأسه لكن أنا من صدق قبت لكم يعني الطبخة من كل قلبي واشتريكم تقربوها خلاص ما شاء الله هنا قلبت الرز وبقول لكم حاجة لما تنكهوا الماء حق الرز تقدروا إذا عندكم ضيوف ما تشتوش يعني يكون في بل فيفل الرومي والبسباس وكده تقدروا تطلعوها بعد تحطوا الرز إذن صلق تمام يعني ما فيش داعي تخلوا إنه والقرفة والقرنفل أبعدوا عشان بعضهم يضايقوا من البهارات الصحيحة لما تغلوا للرز بعد كده تغرفوا كده في الصحن أو طريقة التقديم زي ما تحبوها وأفضل طريقة التقديم للرز الشعبي أو الرز يعني نحن حقنا الكبسات وكده الطريقة المعتادة اللي هو صحن كبير ويقيف وقوى اللحمة أو الدقاق أو إش ما كان عملته هذه أفضل طريقة نحن نقدم فيها الأكل بطريقة يعني الشعبية حقنا من غير يعني تبتكو وكده وده هذه أفضل طريقة حتى تفتح النفس وماشاء الله شوفوا كيف اللحم محمر والبطاطا كمان ونحن أبدا ما دخلناش الفرن حمرنا بإيش بقدر الضغط وهنا عشان أفتح لهم نفسهم عملت لهم كده الطماطق قالوكم شكل يعني تقدروا تقدموا مع ليمون شريح بصل كده تقطعوا بصل وتقدموا مع السحاوق الشثنية أو السلطة يعني اللي تحبوه كمان مرق تعملوا والآن ما شاء الله تعالوا شوفوا طراوة اللحمة هنا إن حرقت أصابعهم البسس حقي لأنهم خلاص قدهم قوعانين ما خلونيش أصور السخن كان الأكل ساخن واللحمة والبطاطا جدا روعة بالعافية ليولكم وبالعافية عليهم لا تنسوا الاشتراك في القناة التفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنس سحلوا منكم